حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوسي بن أوسن الثقافي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكي ظامة قومين فتوضأ قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن النعماني بن سالمين عن أبن أبي أوسن عن جده أنه كان يؤتبين عليه وهو يصلي فيلبسهما ويقول أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا يحيى بن عطاء عن أبيه عن أوسي بن أبي أوسن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح علن عليه ثم قام إلى الصلاة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعماني قال سمعت أوسن يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فين عطاء بن عطاء عن أبيه عن أوسي بن أبي أوسن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح علن عليه ثم قام إلى الصلاة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان قال سمعت أوصا يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فكنا في قبة فقام من كان فيها غير وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسره فقال اذهب فاقتله ثم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى ولكنه يقول هتعوذا فقال رده ثم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها فقلت لشعبة أليس في الحديث ثم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال شعبة أظنها معها وما أدري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمر بن محمد عن سعيدي بن أبي هلال عن محمد بن سعيد عن أوسي بن أوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة فغسل أحدكم رأسه واغتسل ثم غدا أو أبتكر ثم دنا فاستمع وأنصت كان له بكل خطوة خطاها كصيام سنة وقيام سنة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوسي بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم عروضة علي فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني وقد بلية قالا إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتيم بن أبي صغيرة عن النعمني بن سالمين أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوس أخبره قالا إن لقعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة وهو يقص علينا ويذكرنا إذ جاء رجل فسره فقال اذهبوا فاقتلوه قال فلما والى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آي يشهدوا أن لا إله إلا الله قال الرجل نعم نعم يا رسول الله فقال اذهبوا فخلوا سبيله فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأنوالهم إلا بحقها قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبو يونس حاتيم بن أبي صغيرة قال حدثني النعمان بن سالمين سالمين أن عمرو بن أوس أخبره عن أبيه أوس قالا إن لقعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويوصينا إذ أتاه رجل فذكر مثله قال حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سالمة أخبرني على بن عطاء عن أوسي بن أبي أوس قالا رأيت أبي يوما توضأ فمسحا عليني فقلت له أتمسح عليه ما فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقافي عن جده أوس بن حذي فتقال كنت في الوفد الذين آتوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا من ثقيف من بني مالك أنزلنا في قبة له فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين المسجد فإذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلينا ولا نبرح حتى يحدثنا ويشتكي قريشا ويشتكي أهل مكة ثم يقول لا سواء كنا بمكة مستذلين ومستضعفين فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب علينا ولنا فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعض العشاء قال قلنا ما أمكثك عنا عنا يا رسول الله قال طرأ علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا قال قلنا كيف تحزبون القرآن قالوا نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختم حانا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعماني بن سالمين عن أبن أبي أوسين عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلفنا عليه قال حدثنا وكيع عن شريك عن يعلى بن عطاء عن أوسي بن أبي أوسين عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح علن عليه قال حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا أن نعمان بن سالمين عن رجل جده أوس بن أبي أوسين كان يصلي ويومئ إلى نعليه وهو في الصلاة فيأخذهما فينطعلهما ويصلي فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعماني بن سالمين عن أبن أبي أوسين عن جده أوسين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واستوكف ثلاثا أي غسل كفيه قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة بن الحجاجي عن النعماني بن سالمين عن أبن أبي أوسين عن جده أوسين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واستوكف ثلاثا يعني غسل يديه ثلاثا فقلت لشعبة أدخلهما في الإناء أو غسلهما خارجا قال لا أدري قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا به عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوسي بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل واغد وابتكر فادنا وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة كأجل سنة صيامها وقيامها قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسن بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوسي بن أوس الثقافي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فادنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة من أجر صيامها وقيامها قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصنعاني قال حدثني أوس بن أوس الثقافي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال ثم غد وابتكر قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا علي بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عبد الرحمن الدمشقي قال حدثني أبو الأشعث قال حدثني أوس بن أوس الثقافي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الجمعة فقال من غسل واغتسل ثم غد وابتكر وخرج يمشي ولم يركب ثم دنى من الإمام فأنصت ولم يلغو كان له كأجل سنة صيامها وقيامها قال وزعم يحيى بن الحارثي أنه حفظ عن أبي الأشعثي أنه قال له بكل خطوة كأجل سنة صيامها وقيامها قال يحيى ولم أسمعه يقول مشى ولم يركب قال حدثني الحكم بن نافع قال حدثني إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعاني عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقافي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أغتسل يوم الجمعة وغسل ثم ابتكر وغدى إلى المسجد ثم جلس قريبا من الإمام حتى ينصت كان له بكل خطوة خطاها عملوا سنة صيامها وقيامها قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمني بن سالمين عن أبني أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيهن عليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقافي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ثم غدا فابتكر وجلسا من الإمام قريبا فاستمع وأنصت كان بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثنا النعمان بن سالمين قال سمعت فلانا أوس جده قال كان جد يقول لي وهو في الصلاة يومئ إلي يناولني أن عليني فأناولهما إياه فيلبسهما ويصلي فيهما ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه قال حدثنا علي بن حفص وحسين بن محمد قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالمين قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن جده أوس بن أبي أوس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاستوكف ثلاثا قال قلت أي شيء استوكف ثلاثا قال غسل يديه ثلاثا قال حدثنا الفضل بن دكا قال حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال كنت مع أبي على ماء من مياه العرب فتوضأ ومسح علن عليه فقيل له فقال ما أزيدك على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع